سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة النهاردة احنا بنشكر الرب لانه صالح في كل وقت صالح وإلى الأبد هو صالح ولانه معين المنكسرين وعاضد الساقطين ولانه يتراقف علينا في أيام الضيق ويفهم معاناة الناس ويتحنن في وقت الحاجة والألم النهاردة هو اليوم الخامس بعد زلزال تركيا وسوريا الشهير بزلزال تركيا وسوريا لأنهم أكتر البلاد اللي تأثرت لكن هناك بلاد أخرى كثيرة حنتكلم عنها تأثرت بالزلزال المدمر ده الحقيقة الزلزال ده كارثة إنسانية لما بنقف قدامها بتتلاشى الحدود والعقائد وأقصد الحدود يعني الحدود بين البلاد كل ده بيتلاشى والعقائد والنزعات السياسية وكل خلاف ممكن يبقى بين بلاد وبعضها وناس وبعضها ويفضل بيننا الرابط الحقيقي الرابط الإنساني الإنسانية الإنسانية اللي هي بلا حدود اللي مفيش حاجة توقفها في وقت الكوارث اللي زي دي فنتقلم مع الأباء والأمهات المزعورين على أبنائهم ونبكي مع أطفال بتبحث عينيهم في جزعا أهليهم في وسط الجموع وتنكسر قلوبنا مع بقايا عائلات تحيط ببقايا منازل في صمت على أنهم عندهم أمل أنهم يسمعوا أصوات الأحياء تحت الأنقاض لكن من رحمات ربنا علينا أن احنا نفرح أيضا مع الفرحين بخروج الناجين من هذا المشهد المروع فتتلاشى الحواجز وتبقى المشاعر الإنسانية النهاردة هنتكلم على الأحداث هنتكلم على الحاجات اللي ممكن نعملها هنتكلم عن إرادة الله هنتكلم عن محبة الله هنتكلم عن المفاهيم الخطأة عن الله لكن قبل كل ده وفي خلال الحلقة كلها هنصلي هنصلي من أجل البلاد المصابة تركيا سوريا لبنان اليونان كتير من البلاد المحيطة بالمركز الكبير اللي كان في تركيا وسوريا اتأثرت حتى مصر ويعني كتير من البلاد كل البلاد المحيطة شعرت بالهزة دي وليها أثار لسه كمان على الضربات اللي بتيجي بعد الزلزال كمان فبنصلي من أجل كل هؤلاء وكل الحاجات اللي الناس بتقول إنها ممكن تحصل مثلا يحصل صنامي يحصل هزات أرضية تاني تأثر على المعونة اللي دخلة للبلاد دي كل ده لازم نضعه أمام الله وإحنا عاملين برضو على الأرض لكن النهاردة بنضع كل الحاجات دي قدام ربنا والناس المتأثرة بالنكبة الكبيرة دي وزي ما قلت حنرد على الأسئلة اللي في الموضوع ده من الناحية الروحية كمان عنوان حلقة النهاردة هو الكوارث الكونية وإرادة الله خلينا نقف هنا مع بعض ونصلي بدعوكم كلكم كل المؤمنين اللي بيسمعوني النهاردة أنا عارفة إنكم بتصلوا أولا عايزة أقول إنه فريق قناة الحياة كله بيصلي كل برامجنا تقدروا تتصلوا بيها وتتواصلوا معاها البرامج اللي هوا لو عندكم تلبط صلاة لو عندكم أي أبديت أو حاجات جديدة عايزين تشاركونا بيها فيما يخص الأحداث دي ولكن قناة الحياة بالفريق بتاعها بالإدارة بتاعتها كلنا بنصلي إحنا كمان موجودين على الأرض وحتشوفوا دلوقتي ربنا قدرنا نعمله على الأرض واللي هنستمر نعمله بنشارك الجميع في الصلاة العابرين على الأرض في البلاد إذا كان في سوريا أو في تركيا بيقدموا المساعدات وبيشاركوا في الإنقاذ وكل اللي يقدروا عليه خلينا نصلي وأعيزاكم كمان أنتوا تتصلوا وتصلوا معانا اللي عنده طلبة صلاة أو اللي عايز بس يتصل لي صلي اتفضلوا خطوطنا مفتوحة كمان حاب أقول أنه التليفون المرأة المسلمة متاح لكم دايما تبعتولي عليه رسائل أو أي أبديت تكون موجودة على الأرض كمان عبر الكتاب في تليفون خاص وانتوا شايفين الدكتور أشرف مهتم أنه هو يكون بيصلي معاكم في وسط الاحتياج الكبير رب احنا بنرفع قلوبنا ليك عالمين يا رب أنك أنت حامل المسكونة كلها وأنه أنت إرادتك خير لأولادك وأنه أنت تغير كل الظروف اللي تبدو مظلمة جدا الآن يا رب والأحزان التقيلة جدا على الشعوب دي يا رب أنت تظهر فيها محبتك بسألك يا رب أنك ترسل معونة من إخوة وأخوات يقفوا مع المحتاجين اللي محتاجين صالة اللي محتاجين رفعة اللي محتاجين تشجيع اللي محتاجين أدوات أكل شرب غطى رب بسألك تخفف حمل البرد اللي موجود دلوقتي على الناس بتوع الإنقاذ وعلى الناس المشردة في الشوارع وفي المخيمات رب أنا أعلم أنه أنت المصدر الوحيد لكل احتياج لنا بنرفع أخواتنا طلبين تعزية منك يا يسوع أنت وقفت أمام قبر العازر وبكيت دموعك نزلت لأنه تألمت لألام الموجودين تألمت لألام العازر أنه عدى بالموت يا رب أنا بسألك أنه اليوم تمتر عليهم سلامك ومحبتك ورحمتك في اسم يسوع وصلي أمين زي ما قلت عنوان البرنامج هو الكوارث الكونية وإرادة الله دايما في وقت الكوارث الكونية بتجد الناس بتتحور في عدة اتجاهات وأنا يعني لفت نظري على منصات التواصل الاجتماعي كلها الأيام اللي فاتت دي أنه كان فيه ما بين المسيحيين والمسلمين واللادينيين وكده كان فيه حوارات مش حوارات ممتدة لكن رمي أراء كده ورمي الأراء ده كمان يعني يمكن شوفنا فيه اتهمات موجهة ضد الله تشكيك في محبة وقداسة الله تشكيك في خطة الله لحياة الإنسان وتصميمه لحياة الإنسان فيتهم والله بأنه هو اللي سبب ده وأنه لا يعين في الكوارث وأين كان الله عندما حدث كبير زي ده والتزمر والدمدمة على الله ده بيحصل لأننا متألمين ولكن لأننا لا نعلم شخص الله لكن عندنا إضافة تانية من ناحية جهة الفكر الإسلامي عندنا مشاكل كبيرة الفكر الإسلامي بيقولك أن الله يسبب الضرر وأنه هو اللي وراء الاختبارات الإنسان الاختبارات القاسية دي وأنه ممكن يقولك بيخلص من زنوبك وأنه زنوبك هي اللي جابته الكوارث دي عليك وبعدين بقى الأمر يتطور الحقيقة شيء مزعج جدا الأمر يتطور بقى لأنه يقولك ما هو ممكن إخواتنا اللي في تركيا دول تكون يعني مش سبب الكارثة زنوبهم ولكن ممكن تبقى زنوب نحن احنا اللي سببناها فالشيطان يحمل المنكوبين ألام النكبة ويحملنا احنا كناس من بره بنتفرج أنه أنت بقى أنت لو ما كانتش زنوبك ما كانوش الناس دي جرار لها كده يعني مش ده الله أصلا لكن التعليم الإسلامي بيقول أن الإله يسبب ده وهنشوف ليه الأسباب لده الناس بتسأل ليه بتحصل الحكاية دي إيه الفرق بين العلم والطبيعة وإرادة الله دي أشياء لازم نفكر فيها ما نشاورش على الله ونقول أنت اللي عملت طب وإنت كنت فيين لما عملت؟ وإحنا ما عندناش العلم بالساينس العلم بتاع تكوين الأرض وشكل الحياة والكواكب اللي حوالينا يعني إحنا فعلا شفت واحد بيعلق كده بيقول وإحنا فاكرين إن إحنا مركز الكون؟ آه هو الإنسان كده فاكر إنه مركز الكون ومش بس كده يعني إحنا مش فاكرين إنه البشر مركز الكون لا ده الإنسان من غروره بيفتكر إنه أنا بس مركز الكون فينسى إنه في طبيعة وفي كواكب وفي شمس وقمر وفي حاجات بتلف حواليك وفي أرض بيحصلها مش عارف إيه طبيعة منذ بدء الخليقة يعني يمكن بعد خطيئة أدم وحواة وابتدى بقى إيه ألام الطبيعة دي تبان وابتدى وابتدت الأرض تبقى مشقة بدل ما كانت بركة على أدم وحواة وأولادهم زي ما كان إرادة ربنا فإنه لازم نفرق بين دي إرادة ربنا دي خطة ربنا دي طريقة ربنا في التعامل معنا ولا ده الطبيعة والطبيعة اللي بتلتقي بالخطيئة اللي في حياتنا والطبيعة البشرية الغضب من الله لا الاعتقاد أنه سبب الكارثة ده برضه برضه يعني شيء بيدهشني جدا لأنه ده يعني على طول لازق كده في غرور الإنسان يعني فاكر أن أنت تستطيع أنك تغضب من الله هل عندك أي حاجة تقول أن أنت تستحق أنك تشاور على الله وتقوله أنت غلطان فأنا غضبان منك يعني يعني كده عامل زي الناس اللي بتحارب طواحين الهوى بس ده برضه لأنك لا تعلم طبيعة الله الحقيقي وقد إيه هو بيحبك وإنه مش ممكن يصدر منه هذه الأمور ضد الإنسان هو يعطي حياة هو معطي الحياة عايزك يبقى عندك حياة مستمرة في النمو معاه وفي البركة وفي الخير وهو من ينقذك من ده الحاجة الثانية اللي هنتكلم فيها برضه من الحاجات اللي بقى اللي سمعتها على المواقع التواصل الاجتماعي الخمس تيامة اللي فاتوا ده الحديث بقى عن نبوءات القرآن وإدعاء إعجازه في إنه لما القرآن تكلم على الزلزال وتصدع الأرض وخرفات بقى ويقولك إيه أصلم محمد أيامه ما حصلش زلزال إيش عرفك إنه ما حصلش زلزال يعني المنطقة دي بتحصل فيها زلازل كتير جدا على طول تفرق إيه دلوقتي عن زمان الطبيعة دائما في تغير وحركة ويعني تعديل الأرض بتنفصل القرآن دي انفصلت ليه وبقى عندنا قرآن لأنه الأرض بتتحرك فإنت إزاي تدعي إنه ده ما حصلش عند محمد وإنه دي كانت نبوءة عظيمة جدا وإعجاز قرآن ومش عارف إيه فعندك من إعجاز القرآن في الكلام عن الزلازل إلى إدعاء إنه برضو الكورونا كانت في القرآن ونبوءة وكلام من ده ومحمد تنبأ هترفع عشان نربط بقى الإسلام بيه مع إن ده يدينك على فكرة لأنه كل اللي بتقوله بعد كده هو إدانة لهذا الإله مسبب الألم للناس ولأنه الشيطان نفسه فأنا عارفة إنه هو اللي مسبب الألم للناس ده عادي النهاردة هنناقش الأمور دي من منظور الإسلام ومن منظور المسيحية لكن أولاً أنا عارفة إنه يعني خلينا نبص على بعض الفيديوهات اللي ممكن تكون مؤلمة لنا لكن ده واقع دلوقتي على الأرض لملايين من الناس أنا يعني أنا بقول الكلمة وأنا مش مصدقة إنه ملايين من الناس النهاردة متأثرة الأثر الكبير ده في عائلاتهم في بيوتهم على أرضهم شيء صعب جدا شوف الصيد اللي جاي ده بيقول إنه النهاردة زلزال تركيا وسوريا بيقول إنه عدد القتلى بيتجاوز 22 ألف فالخبر ده على الجزيرة بيقول إنه فيه دعوات للنظام السوري إنه يفتح الأبواب لتلقي المساعدات يا جماعة يعني أنا مش عارفة الإنسان الناس العادية اللي على الأرض يعني هتشوفوا البلاد اللي راحت تساعد إسرائيل السعودية قطر العديد من البلاد فيه حوالي 59 فريق أو دولة بيساعدوا على الأرض في الإنقاذ وبيدوا معونا دلوقتي وما نقفل الباب على أهلي وناسي ما جلهمش المساعدات يعني وضع إذا كان القفل من جوه البلد ولا من بره البلد الإنسانية في الآخر لازم تغلب ولازم نقدم مساعدات للناس وأنا بقول لأهل سوريا أنتم مش مش متشافين أنتم متشافين بعين الله هو اللي يرسل لكم بالرغم من أي حد يحاول أنه يوقف المساعدات اللي لازم توصل لكم الله يوصل المساعدات لكم يا رب احنا بنصلي أنك أنت تفتح الأبواب للمعونة لأهل سوريا البلد مكسورة وتعبانة وإحنا محتاجين أن أنت ترسل معونتك يا رب وتفتح أبواب من عندك لإرسال المعونات للمحتاجينها اليوم طبعا المشهد ده مشهد عادي بقى اللي انتم شايفينه ده مشهد بقى ده المشهد اليومي الناس المحيطة بالمكان بيطلعوا منه يكونوا سمعوا منه صوت أو عارفين أنه في المكان ده في جسس فللأسف أنه الناس اللي بتطلع أقل كتير من الجسس اللي موجودة تحت المكان ده كله لكن دائما هناك أمل حتى ولو أنه النهارده اليوم الخامس لكن من ساعتين ثلاثة كان فيه شخص طلعه فيه أفراد طلعه فلا لا نفقد الأمل أن الله يعطي حياة ويعطي معنا وتقدروا تطلعوا ناس يعني ممكن تلاقوها بالرغم من اللي بيحصل على الأرض أو بالرغم من أنه النظريات بتقول كذا مرة تانية أهو زلزال تركيا وسوريا الأمم المتحدة تدعو إلى وضع السياسة جانبا في إغاثة المناطق السورية المنكوبة لأنه لازم إحنا كبشر نساعد بعض والسياسة بتتحط على جنب كل بلد عندها مشكلة مع سوريا ولا تركيا ولا العراق حطوا ده على جنب وبيرسلوا معاونات إن لم تكن معاونات في الإنقاذ فهي معاونات في الأكل والشرب والكلام ده كله يعني المفروض إن سوريا مثلا عليها قرارات دولية بمنع بعض المعونات وكده إلا أن ده اتغير تماما لأنه دلوقتي بقى فيه احتياج في حالة إنسانية مهمة إنسانيتنا لازم تغلب لازم تغلب الأعداد اللي بنتكلم عنها النهاردة اللي بس وصلة في آخر كم ساعة فوق 21 ألف قتيل فوق 75 ألف جريح توقعات إنه يكون في 150 ألف قتيل شيء رهيب 6500 مبنى اتدمر 6500 مبنى اتدمر في تركيا بس ما احناش عارفين العدد في سوريا ايه ياريت توطي الموسيقى شوه عشان المشاهد اللي انتو شايفينها دي مصورينها الفريق بتاعنا على الأرض والمشهد الحقيقة مرعب مرعب أي حد يبقى طالع من الحطام الرهيب ده يبقى عارف إن الله أعطاه فرصة حياة أخرى بس يبقى عارف أيضا إن الله عايز يستخدمه في إنه يساعد اللي حواليه فمنبخلش على اللي حوالينا فيه احتياجات كبيرة جدا فيه ناس قاعدة في الشوارع ما عندهاش غير حبة خشب يولعوها يتدفوا عليها يعني حقيقي مشاهد مرعبة جدا إخواتنا من الفريق يعني كل واحد عمل اللي يقدر عليه فبقوا يلموا عربيات ويجيبوا أكل من أي أماكن يقدروا عليها ويجيبوا معاونات ويمشي يوزعوها في الأماكن دي يمكن الناس مش عايزة تمشي من قدام بيوتها لإن أهلها تحت الركام تحت الدمار ده كله كل حد يقدر يقدر يقدم حاجة لازم يقدمها دلوقتي ما نقدرش نعمل إحنا حدود وإحنا والناس كلها محتاجة بالشكل ده يمكن في فيديو بعد كده وقت الحدث وقت ما حصل الزلزال مشهد مرعب جدا يعني مرعب جدا الفيديو ده بيوريك الصور قبله وبعد شايف كأنه كأنه البلد مهجورة بقالها مئات السنين مش مهم قوي الآثار قد ما مهم الناس يعني لكن دي بس مشاهد توريك الشرع كان شكله قبل كده ودلوقتي بشكله ايه وتخيل كده قد إيه في ناس جوه البيوت دي وقد ايه في ناس براها مش تقعي مكان تروحه كارثة إنسانية غير غير طبيعية يعني انا انا شايف انها من اكبر الكوارث اللي حصلت في عصرنا الحديث كان فيه زلزال في تركيا برضو كبير جدا بس في 99 اعتقد لكن العدد القتلى خلاص احنا فوقناه كتير وده لسه مش كل مش كل الناس طلعت الانسان فعلا حياته زي دخان زي ما بيقول الكتاب النهار ده موجود وبكرة لأ في النهاية مش احنا معنا ايه ولا عملنا ايه ولا بنينا ايه في النهاية مش هو ده الهدف في النهاية في حياة لازم اعيشها مع الله هو ده اللي حيبقى لازم بقى عارفة انا بدبع مين انا عايزة وريكوا صورة بعد الدمار اللي انتو شفتو ده كله عايزة وريكوا فيديو بيتكلم فيه احد الشيوخ عن ازاي اله الاسلام بيسبب الزلازل والكوارس الكونية بالشكل ده نسمع صوته هو بيتكلم وهو نفسه مرعوب وبيتكلم بقاءات قرآنية حديث وكلام من ده وده على فكرة الايات القرآنية اللي بتقول ان اله الاسلام يسبب الضرر ويسبب الابتلاء ويسبب الضمار كثيرة جدا ابحث عن هذه الايات بنفسك نشوف الفيديو الاولاني عن صفية بنت أبي عبيد قالت زلزلة الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرور فخطب عمر الناس فقال أحدثتم لقد عجلتم لإن عادت لأخرجن من بين أظهريكم وفي رواية قال ما كانت هذه الزلزلة إلا عند شيء أحدثتموه والذي نفسه بيده إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا فد الله إن الزلازل آيات من آيات الله يجريها في أرضه لحكمة بالغة غير أن ذلك لا يعني الاتكال على ثوابه سبحانه والغفلة عن عقابه ولا يعني الاتكال على رحمته وتجاهل غضبه ولا الاتكال على عفوه وتغافل مكره سبحانه في الجزء ده هو اتكلم عن حديث إنه حصل زلزال في وقت عمر وإنه عمر دخل للناس وقال لهم أنت السبب أنت خطياته اللي أنت عملته واللي سبب ده فبصوا بقى ربنا عمل إيه تخيلوا بقى إنه هذا الإله يسبب هذا الدمار ويكون منظورك إليك إنت هتفتك إنه هيرحمك وتأمن مكره لا عيش مرعوب والتعبير عن إنه إنه الإله يسبب الحاجات اللي زايد علشان يعيشوا الناس خايفين الخوف في الإسلام هو أدوات هذا الإله عملنا حلقات كتير عن الخوف هو أدوات الشيطان وده حقيقي بس وطيلي الموسيقى شوي الخوف هو أداة الشيطان عشان كده تعرف كويس قوي من المتكلم في القرآن وفي حياة محمد وفي صوت محمد ده طبعا بالتأكيد ليس هو الله الحقيقي بل هو الشيطان نفسه المتكلم بأزية الناس بدمار الناس المسيح اللي يريد لك الحياة والحياة الأفضل واللي قت علشان يكونك خلاص وانا جئت ما جئت لأهلك بل لأهخلص المسيح جه علشان يخلص الشعب مش يهلك الشعب مش يهلك أولاده علشان يبقى الخلاص الأبدي لينا مش علشان يعمل لنا تريكس كده ويعمل لنا يعني حفر نقع فيها في فرق بين إله الدمار وإله الصلاح القدوس في سفر عشعية كده يقول إنه في عشعية 51 في آية بتتكلم عن إنه الله لو زالت الأرض ولو زالت السماء ولو كل حاجة راحت إلا إن خلاص وبره يدوم إلى الأبد خلاص وبره ده قلب الله مش ده قلب الله لكن الطبيعة ممكن يحصل فيها حاجات زي كده ده 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 عادي خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده والشيخ بيكمل بقى أدوات الرعب اللي حطتها إله الإسلام في الكلام عن نفسه هو اللي بيسبب الأزية أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يليثون الأرض من بعدهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون وقد ذكر أئمة الدين أن الزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عبادة وأن ما يحصل فيها من خسف وزلزلة واختلال إنما هو ابتلاء وامتحان أو عقوبة وإنذار كما رجف بثمود وخسف بقارون قال الحافظ بن حجر لما كان هبوب الرياح لما كان هبوب الرياح الشديدة يوجب التخويف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أو لا بذلك إذا كان التخويف هو اللي حيفضي بالخشوع والإنابة يبقى باقي الزلزال من العوامل اللي هذا الإله بيستخدمها في تخويف الناس من المرعب جدا إنه نفضل نقول إنه إله الإسلام على مر العصور يفضل يستخدم الرعب والخوف والدمار والكوارث حتى يهلك الناس فالبقى يتعزوا ويقولك ما اسمع لش يعني السلمات تحت الأنقاض ده هيروح الجنة وفي أقوال أخرى لأ يعني طب إيه زنب إيه زنب العائلات اللي بيموتوا تحت الزلازل دي والناس اللي بيفقدوها إيه زنبهم إنه هما يموتوا علشان حد تاني يتعز الله يحملنا إحنا مسؤولية نفسنا عشان كده إدينا حرية حرية إرادة وحرية اختيار ولكنه دائما يسبقنا الله لما الكتاب يقول كده إنه يرتب أمامنا الطريق الكتاب يقول إنه الله يرتب أمامك الطريق يزيل من تحت أقدامك كل عقبة حتى ولو حصو قد كده مثل صورة لإن الله بيقول لك يا ابني قادي الطريقة هو الصح وقادي طريق الغلط اختار الصح إرادتي بتقول كده ما شئتي بتقول كده لكن إنت ليك إرادتك أنا عايزك تمشي في الطريق الصح بس تختاره علشان تبقى عارف إنه إن اختيارك غالي وإن التمن التمن اللي مدفوع فيك غالي من البداية الله بيقول كده للإنسان فيدي إنذارات يعني مفيش مرة حصل إعقاب على حد شعب في العهد القديم مثلا سدوموا عمورة دي حدثة معينة شر أراد الله إنه يزيلوا من على وجه الأرض علشان يقول إنه ده غير مقبول إنه هناك شعب ممكن إنه يفسد إلى حد إنه ما فيش منه رجوع يعني النهار ده أنا بفكر في الموضوع ده وربنا بيقول إنه أو إبراهيم الحديث اللي كان بينه بين الملاكة اللي ظروه بيقول لهم يعني طب ما فيش يا رب واحد وبيتكلم طبعا على اعتبار إنه المسيح كان فيه فبيقول له يعني ما فيش عشرة ما فيش خمسين ما فيش فقعدي يدور على راجل صالح في البلد ما لقاش إلا لوت بس واللي طلع من البلد كلها لوته وبناته فعندما يرى الله إنه الظلام خلاص بقى فعشان نبقى عارفين إنه خلاص ما فيش مخلص إلا بوجود المسيح دول خلاص راحوا ده اختيارهم إلى الأبد قليل جدا اللي عاشوا وحتى في وقت نوح حتى في وقت نوح هتلاقي إنه مين اللي دخل السفينة نوحه وولاده ومرطاتهم من الأرض كلها ففي نوع من الفساد بقى ده حاجة تانية لكن اللي يغطي ده النهاردة اللي عندنا النهاردة هو إنه الله لم يتركنا بلا مخلص كانت خطته من الأول إنه يعد الشعب ويعد الناس علشان يجي المسيح ويقول أنا اللي أشيل عنكم وخطيئكم أنا المخلص اللي هفضل معاك بروحي وبعملي على الصليب تقدر تنجو من خلالي فالله مش محتاج كوارث علشان يقتل الناس لأنه لأنه هو المخرج لكن هو ينقذ الناس وروحه يتعامل مع الناس زينا يعني خليني أقراركم اللي حصل اللي انتو شفتوه في الفيديوهين دول ورعب الشيخ وهو بيتكلم والكلام عن مكر الله والكلام عن تخويف الله للبشر بالزلازل وإنه الكوارث الطبيعية طبعا من عمل الله انت فاهم ان الله مسيطر على كل شيء ويقوم بالعمل وضده يخلق الإنسان ويعيشه في كبد وعذاب وقلم وكده وحياته كلها اختبارات بقى أموت دول شوية وصحي دول شوية يعني كلام لا يستقيم مع قداسة الله خالص الكلام اللي قاله الشيخ صح ومكتوب في أماكن كتيرة جدا هقرلكم تفسير بعض الناس فيه من موقع اسمه الكلام الطيب أو الكلم الطيب بيقول بيتكلم على موضوع التخويف الله بالزلازل والحاجات الحاجات اللي زي دي بيقول كده هذا مرتع خصب ورودة غناء نتفيأ في ظلالها معنى من معاني كلام الله عز وجل ومع قاعدة بيتكلم عن قاعدة التخويف دي ومع قاعدة من القواعدة التي تتصل بفقه السنن الإلهية في الأمم والمجتمعات تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً دي سورة الإسراء وقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان المراد من هذه الآيات فبيقول لك كده ففي حد بيقول فمن القائل هو الموت وإيه الآيات دي الموت المتفشي اللي يكون سبب وباء أو مرض ومن قائل هي معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويفاً المكذبين وثالث يقول آيات الانتقام تخويفاً من المعاصي وطبعاً ده انتقام الله يعني علشان يخويفهم من المعاصي والحديث عن الكسوف مثلاً فالناس كانت بتخاف من الكسوف وهكذا كل هذه العبارات في تنوعها تشير إلى أن الآيات لا يمكن حصرها في شيء واحد وما ذكره السلف إنما هو عبارة عن أمثلة لهذه الآيات وليس مرادهم بذلك حصر الآيات في نوع واحد منها وهي عادة السلف في أمثال هذه المواضع عندما يخسرها المهم بقى عايز يقولك المهم الآية بقى وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً بيقول كده المعناها قتادة بيقول إن الله يخوف الناس بمشاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه وهو وده متصل بالحديث اللي قاله عمر ودايماً يتقالوا مع بعض يعني الزلازل والحاجات دي والحاجات اللي بترعبكوا دي ده ربنا بيعاتبكوا كده شوية فيعني بيقولكوا اصحوا أنا حبوت منكم مش عارف إيه عشان تصحوا فيعني دايماً دايماً في حد إله الإسلام بيضحي بي وفي الآخر يضحي بالأم والجنين يعني يمكن واقعياً شفنا حاجات زي كده خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده لأعمال الإنقاذ اللي كانت بتحصل على الأرض الناس بتسمع هو قاعدين ده الولد السوري اللي اشتهر جداً يريد توتي شوية اشتهر جداً وهو بيبعث رسالة من تليفونه على الأرض للأسف ده واحد طلع لكن ده مشهد لشايلين بطاطين وكده لأنهما بيطلعوا جسس الجسس أكتر من ما تتخيلوا لكن الأعمال مازالت مستمرة وهتشوفوا على الأرض بقى في جسس مرصوصة في الشوارع لأنه ما فيش أماكن لسه عملين ينقلوا ناس الناس موجودة حوالين بيوتها زي ما انتوا شايفين قاعدين حوالين النار ومنتظرين مش بس هما بيتدفوا في الشوارع لكن مش قادرين يسيبوا البيوت اللي عارفين أن أهليهم فيها دول أصدقاء قريبة ليهم موجودة تحت الأرض هي وبنتها وهم بيقولوا احنا مش قادرين ننفاصل عن الموقف قلبنا وعقلنا في نفس المكان ما نقدرش ننفاصل عن أهلنا والناس اللي تحت الأرض الأمل بقى ومساعدة ربنا في أن حد يبقى تمانين ساعة تحت الأرض طلعوا راجل وولدته 21 ألف من الناس مشاهد مؤلمة جدا هناك دائما رجاء ولكن الألم الحقيقة كبير جدا وأنا بفكر في المشهد ده بفكر أنه احنا تكلمنا عن اللي لقوهم دلوقتي 21 ألف ضحية ماتوا وعندنا 75 ألف جرحة لكن في مقال بيقول أنه 13 مليون عائلة متأثرة باللي حصل في تركيبس في تركيبس طب سوريا ما عندناش أرقام طب بقيت الأماكن فالألام كبيرة جدا يا رب إحنا بنصلي من أجل عمليات الإنقاذ بالذات يا رب عندنا أمل أن أنت اللي تقدر تخلص الكثيرين بعد يا رب أنت تقدر تعطي نجاح أنت تقدر تعطيهم قوة احتمال وترتب أمامهم الطريق للإنقاذ يا رب عندنا ثقة أنه لسه هناك تقدر تخلص الكثيرين في اسم يسوع من منظور إله الإسلام هو سبب ده علشان هو شايف أن فيها فائدة للناس لكن في المسيحية ما نقدرش نقول أبدا أن الله يسبب الكوارث لأزية الناس الكتاب المقدس بيكلمنا عن أنه الله يتصلت على كل شيء فهو يتصلت على الجو والأرض والكون كله والإنسان وكل شيء لكنه لا يسبب الأزى للناس المثل الأوقع والأقوى على ذلك هو المسيح المسيح وهو موجود على الأرض شفنا أمثلة في أنه كان بيتصلت على الرياح مثلا أما دخل السفينة وقال للتلاميذ قال لهم تعالوا نروح للبر الثاني ودخل السفينة ونام في وسط السفينة وقامت العاصفة الشديدة في البحر التلاميذ كانوا مرعوبين وقام المسيح وقمر الرياح أنها تسكن والبحر أنه يسكن الله متصلت على الطبيعة ده حقيقي هو متصلت على الطبيعة ليه ما منعش ده في حاجات بتحصل في الطبيعة بسبب الخطيئة بسبب الخطيئة الأولى عموما وبسبب أن الطبيعة متغيرة الأرض تغيرت بعد اختيارات أدم وحاول مش هي دي الأرض اللي خلقها ربنا علشان نعيش فيها الله اللي خلق كل حاجة بامتياز وبعد ما يخلقها يبص كده ويقول وكان ذلك حسن جدا خلقها علشان نعيش فيها ونتمتع فيها وننمو فيها وتكون لنا عشرة معاه فيها لكن إحنا بوزنا ده باختياراتنا ودخول الخطيئة أفسد الإنسان وأفسد الأرض اللي بيفسدها الإنسان يعني بقت المعدلة كده فدي كانت نتيجة طبيعية أنه تحصل الكوارس الطبيعية دي والرياح والعواصف والزلازل والكلام ده كله ده كان لازم هيحصل لكن المسيح في حياته على الأرض إدانا مثل أنه هو اللي كان بيوقف الرياح هو اللي كان بينقذ الناس في إنجيل لؤة تسعة عايزة أقرلكوا كده بعض الآيات بيقول كده وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أرشاليم دي كان الموقف ده كان قبل الصلب والرب بتعجبني جدا الحكاية دي لأنه كان عارف رايحه وعارف فين ولكنه ثبت وجهه ناظرا لأرشاليم وعارف إنه هو ده الطريق اللي لازم يكمل فيه وأرسل أمام وجهه رسلا فذهب ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له فلم يقبلوا لأن وجهه لأن كان متجها نحو أرشاليم لما سامرين عرفوا أن رايح أرشاليم ما إبلهوش فلما رأى ذلك تلميزا يعقوب ويحنى قال يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إليه أيضا فالتفت وانتهرهما وقال لستم تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص فمضوا إلى قرية أخرى الإنسان دائما يلجأ إلى استخدام القوة حتى ولو كان يعني هم عمرهم ما شافوا المسيح عمل حاجة زي كده ولكن ذهنهم مرتبط بأنه أنتوا ما عملتوش طب إحنا يا رب نصلي بقى وتنزل نار وتاخد الناس دي لكن المهم في القصة قلب الله ابن الإنسان ما جاء اللي يهلك بل ليخلص وأن إحنا كأولاده لازم نميز إحنا بنرتبط بمين إنتوا عايزين تربطوا روحكم بالمسيح اللي يأتي منه الخلاص اللي لا يمكن يخرج منه إلا سلام ولا عايز تسمع بودنك لانتقامك الشخصي ولكلام الشيطان اللي عايز يهلك الناس اللي اختيار كان واضح لكن أيضا هنا دي صورة لعمل المسيح في حياتنا المسيح كان يقول يصنع خيرا كان يقوم كل مكسور كان يقوم كل معوج كان يشفي كان يحيي الموتة هو أحيى موتة ولم يتسبب أبدا في متحد ده قلب المسيح خليني أخذ مكلمة معنا زكريا أهلا يا زكريا تفضل سلام ونعمل أخوة أمني مصطفى سلام أهلا أخوة تفضل أشكرك على برنامج المرأة المسلمة وبرنامج أقاديمي يعني 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 بالحياة المنسيحية للمرأة والجرار الكدير بخصوص موضوع الحلقة يعني زلزال الذي تارب تركيا وسوريا يعني متقدم التعازل لأهالي الضحايا والشفاء للمعطوبيين يعني يعني 32 ألف يعني يعني راحوا ضحية زلزال أقوى زلزال لأن الأرض هي كراوية تتعرض لزيد ديلي من القمر والشبه وفي حالي تلك الزيد ديلي يعني الطبقة التكتونية يعني تتفرق وتتمدد يعني المد والجزر يعني زيد ديلي حتى في الأقمار أي قولي زكريا أنت في المغرب مش كده أيوه طيب أنت حصل عندكم هزات شعرت بهزات في المغرب لا 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 لما نشعر بإي شيء طيب نشكر رب ربنا يحافظ عليكم زكريا تحب تصلي من أجل المصابين والأهالي نصلي لرب يسوى النسي أن يشفي كل الأهالي سوريا الحبيبة وتركيا كذلك وأن يشفي كل جريح وأن يتغمد برحمة جميع الموت يعني يعني الشديد يعني 32 ألف يعني قتيل ومئات الآلاف الزاحة يعني يعني هذا إنساء العظيم يعني وهي الأرض يعني مكونة من عدة صفائح حتى تكون يعني مزبوط وتتحرك وتستمدد لأن الأرض هي كالخلية تستعرض للدغوطات لكن اللي يهمنا هو أن إحنا بس نتكلم عن إرادة الله وهل الله هل يسوع المسيح يسبب ألام الناس ولا لأ لكن بالتأكيد الكتاب بيقول غير كده يس يسوع المسيح جاء بالمحبة جاء لتكون له حياة أفضل رغم أن بسوريا نسمع أن اضهادات المسيحيين والعابيرين يعني هناك صيد لأنه بشر يعني قطعوه يعني في سوريا يعني هناك أحيات يعني وهناك شخص يعني آمن بالرب في سوريا وأحرق له محل يعني حتى في العراق يعني من الاضطهاد دايما على العابيرين في كل مكان ذكري أنا بشكرك وبنصلي من أجلكم ربنا يحفظكم جميعا ربي بركك آمين والله يحفظ جميع أهل سوريا والبشرة الأسد سيدنا بشرة الأسد الله يحفظك الله يحليك شكرا شكرا عدم إنسان على وجه الأرض هو بشرة الأسد بشرة الأسد بحاكم سوريا شكرا نتمنى نتمنى لأهالينا في سوريا أن يتمنى بتاعي شكرا آي الأرض زلزالها شقوقات وإنه بتحصل في زلازل وإنه يعني عايزين بس نعصر القرآن في أي حتة عشان نقول إنه فيه عجاز علمي وإنه الله ويقولك فبقية الفيديو يمكن أنا عارفة 15 دقيقة أو الحاجة زي كده وهو بيفتي في إنه إنه القرآن تنبأ بالتحديد بالضبط بالضبط ولا يحصل في زلزال تركيا كلام فاضي وتلزيق لإنه يعني أولا ما فيش حاجة أبدا بتقول إنه زلزال تركيا ده ما هوش زي أي زلزال تاني حصل فيه منذ بداية الكون يعني يعني إحنا اتكلمنا عن زلازل وتغييرات في الطبقات الأرض عملت لنا القرات اللي عندنا النهار ده ومازالت بتحصل في حاجات بتبعد عن بعضها وفي حاجات بتقرب من بعضها وفي حاجات بتطلع فوق بعضها يعني يعني مش دوري قعدة أتكلم في الحاجات العلمية دي ومش هو ده الهدف بس ده كلام تقدروا تقروا في أي حتة وعلى فكرة معظم الكلام اللي بيقولوا بيروحوا على الويكيبيديا ويطلعوا يعني يقولك إن كلمة الصدعي دي بقى كان يعرفها القرآن منين ما شافوا بيعنيهم إنه الأرض بتتشق ده بيحصل في كل حتة في الدنيا ينو والجزيرة العربية وتركيا بالذات كمان في المنطقة دي منطقة الزلازل في أماكن في الكون كله في الزلازل فيها أكتر من أماكن تانية الأماكن التانية عندهم مشاكل تانية فمسألة تلزيق إنه يعني الإسلام حاصل منه معجزة بس كلما فعلوا ذلك كلما أدانوا إله الإسلام واضح لأنه أنت فرحان قوي ويعني طلع لي فيديو قد كده عشان تقول الإعجاز في القرآن ولا تستطيع إنك تنكر إن إله الإسلام سبب ده بالإثبات للتخويف لأن الناس ده المستحقين لأنه تخريفات بقى بس هو من الذي يقتل الناس الشيطان مين العايز هلاك الإنسان الشيطان هو العايز يهلك البشر علشان ما يعرفوش محبة الله الحقيقي علشان يبلبل الناس علشان يبعدهم عن معرفة الله نهار ده نحن بنصلي لملايين العائلات بفتكر يعني اللي حصل يمكن دكتور أشرف قال الكلمة دي اللي شوف نادا أصعب من قنبلة نووية فعلا ده حقيق لكن الأثار اللي على الأرض بشر الله يحبهم الله يريد لهم الخلاص الله يريد لهم الحياة متصلين بعائلات وعائلات وعائلات يعني مش قادرة أنسى أن إحنا بنتكلم عن عائلات مثلا اتمحت كلها في ناس شوفناهم وقع منهم العيلة واحد ماشي كده في 24 جسة عيلته شيء صعب جدا شيء صعب جدا فإحنا بنصلي رحمات ربنا ومنها الله الشافي يسوع المسيح اللي عايز يعطي شفاء لكل دول اللي يسبب الحاجات اللي يسببها بقى ربنا إنه يرسل ناس تقول كلمة خلاص تقول كلمة شفاء تقول كلمة تشجيع تعدد المحتاجين زي ما هو كان بيعمل زي ما بيعلمنا الكتاب إن إحنا فرحا فرحا مع الفارحين وبكاء مع الباكين اللي انتم فيه إحنا فيه وإحنا معاكم وإحنا بنصلي وده في الختام كده عايز أقول لكم إنه ده الرسالة بتاعة قناة الحياة إحنا بنصلي معاكم بنصلي من أجلكم بنقوم على الأرض بكل اللي نقدر عليه والله يعطي شفاء للجميع الصورة اللي حاب إن أنا سيبكوا بيها عن مين هو يسوع المسيح مين هو الله الظاهر في الجسد مين هو هذا الإله المحب اللي بيتكلم عنه الكتاب بيقول بوليس الرسول بيقول كده إنه مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ديقاتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ديقة بالتعزية التي نتعز نحن بها من الله إحنا عارفين إنه في كل ديقة ربنا معانا فإحنا بنقول لكم إنه في كل ديقة ربنا معاكم ويعينكم ويحميكم ويتدخل ويتكلم ويعزي ويضمد جراح القلوب قبل جراح الجسد الله اللي بيقول عنه الكتاب إنه حامل كل شيء بكلمة قدرته هو ده الإله اللي واقف معاك النهار ده هو ده الإله اللي إحنا بنصرخ ليه اليوم من أجل المتعبين والحزانة والمكسورين على قلبي الأمهات اللي فقدوا أولادهم على قلبي الأطفال اللي في هلع مش تقيين الأب ولا الأم يا رب أنا برفعهم أمانك وبسألك إنه أنت حامل كل شيء بكلمة قدرتك يا رب تحملهم اليوم وإنك ترسل كل تعزية ليهم اليوم يا رب يا رب أنت الأرض كلها عمل إيديك والخليقة كلها صنعت يديك ومحبتك وقدستك تظهر في الكل بنسألك يا سيد بنسألك يا يسوع المسيح إنك تكون تعزية الجميع على الأرض أنا بشكركم لحضوركم معنا للحلقة دي المسألة أكبر من إننا نعمل معها عنها حلقة كده ونسيبها لكن الفكرة اللي عايز أسيبكو بيها إنه إرادة الله ليك دايما خير وإنه محبة الله الحقيقي ليك حتلاقيها ظاهرة في كل شيء في حياتك لو فتحت عينك وعرفت إنه هناك فرق من إله يمكر طبعا ده مش إله ده يعني شبه إله يمكر حتى تقع أنت في حيله وإله يرتب أمامك الطريق للخلاص والحياة والحياة الأفضل كل المحبة ليكم منصلي من أجلكم ودي صلاتنا إحنا الفريق برنامج المرأة المسلمة وقناة الحياة كلنا ليكم كل المحبة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر